لو اشتريت بألف دولار بعملة سولانا بأدنى سعر إلها وبعته عند أعلى سعر وصلت له كنت كسبت خمسمينة وعشرين ألف دولار عملة سولانا من نصف دولار لميتين وستين دولار بقمتها التاريخية فاتتك فرصة سولانا؟ طيب في عملة جديدة اسمها أبتوس انطلقت الأسبوع الماضي كل الناس عم تحكي أنه هاي العملة هي قاتلة سولانا الأسبوع الماضي تم طرحها على الشبكة الرئيسية وبعدها مباشرة تم إدراجها على أكبر المنصات عملة تم تمويل مشروعها بأكثر من 350 مليون دولار من أكبر المؤسسات بعالم العملات الرقمية قبل ما تروح تستثمر بهاي العملة من خلال الكلام اللي لسه سامعوا خليني أحكي لك أنه في كتير علامات استفهام حول هالعملة بهذا الفيديو رح أحكي لكم كل شي بتحتاج وتعرفوه عن أبتوس من وين أجد؟ مين عملها؟ التوكونوميكس الخاص فيها؟ وهل فيها فرصة للمستقبل؟ هذا الفيديو برعاية منصة بايبت منصة بايبت واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية بالعالم إذا بلقت حصل على بونس بيوصل لحد الـ 4030 دولار وجوائز أسبوعية فيك تروح تسجل من خلال الرابط الموجود بأول صندوق الوصف أو التعليق المثمت أهلا وسهلا فيكم بقناة دكتور كريبتو أنا محمد إذا كنتوا عم تدوروا على نصيحة استثمارية ما رح تلاقوها بهذا الفيديو إنما رح ساعدكم ببحثكم وعلمكم العملات الرقمية بالطريقة اللي لازم تتعلموها فيها إذا أول مرة عم تتابعني وعندك شغف مثلي بيتعلم العملات الرقمية اشتراكك بالقناة هو أول خطوة لازم تعملها وهلا خلونا نبدأ مع بعض مشروع عملة فيسبوك ليبرا اللي تحول بعدين لديم بدأ العمل عليه من 2017 وكل الناس كانت متحمسة للمشروع إنه رح يكون فيه عندنا عملة لا مركزية من شركة كبيرة مثل فيسبوك ومنقدر نتعامل فيها لكن المشروع فشل تماما لأن ما قدر يحصل على التنظيمات والقوانين اللازمة ليكون قانوني كل الحكومات والبنوك المركزية بالعالم موقفت ضد فكرة إنه شركة كبيرة عندها العدد الضخم من المستخدمين يصير عندها عملة لا مركزية لكن يبدو إنه مشروع عملة فيسبوك ما انتهى هون لأن الفريق اللي كان عم يشتغل بالمشروع قرر إنه يكمل الفكرة وطلع عنا مشروعين كبار من نفس المهندسين اللي كانوا عم يشتغلوا بعملة فيسبوك وكل مشروع إلو رؤية معينة واحد من هالفريقين هو فريق مشروع أبتوس مؤسسين أبتوس محمد وإبري هم شخصين من ألمع الشخصيات بمشروع عملة فيسبوك محمد حاصل على ماستر بإدارة الأعمال واشتغل مع أكبر الشركات بالعالم مثل بلاكروك، مجموعة بوستون الاستثمارية، إيثريوم وطبعا شركة ميتا اللي هي فيسبوك إبري حاصل على دكتوراه بعلوم الكمبيوتر وقضى معظم حياته كمهندس برمجيات رئيسي بفيسبوك واحدة من أعلى الرتب الوظيفية اللي ممكن الواحد يوصل لها بالشركة وكمان بمرحلة من حياته المهنية ما بعرف مدى أهميتها حالياً لكن ممكن بالمستقبل يكون لها دور بشي معين إبري اشتغل كفترة بمختبرات لوس ألموس بنيفادا مختبرات معروفة عنها أنها بتعمل أبحاث تابعة للجيش الأمريكي وبالنسبة لباقي الفريق موقع أبتوس أشار أنه فيه أكثر من 350 شخص هم فريق أبتوس لاب لكن على موقع لينكت إن أبتوس لاب فيها 78 موظف بس كما أنه أبتوس فاونديشن تم الإشارة إلى بموقع أبتوس أنه مقرها بجزيرة كايمن لكن أبتوس لاب مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من عدم هالوضوح أبتوس قدرت تجمع تمويل قدره 350 مليون دولار من أكبر الشركات والمستثمرين شركات كتير منهم هم نفس الشركات اللي استثمروا بسولانا ببدايتها وبالتحديد شركة FTX اللي استثمرت لوحدها 150 مليون دولار وهذا اللي خلى شركات وأفراد كتير يتحمسوا لمشروع أبتوس ومو معروف هل هذا هو السبب أو لا لكن باينانس أعلنت الشهر الماضي عن استثمار ما تم الكشف عن حجمه بأبتوس لاب وبالنسبة للشركات المستثمرة لازم أحكي لكم أن واحدة من أكبر الشركات اللي استثمرت بأبتوس بجولة التمويل الأولى كانت شركة 3 أروس كابيتل شركة سيئة السمعة أعلنت إفلازها ببداية هاي السنة وخسرت ناس كتير مبالغ وقدرها والشيء المثير للألأ أنه أبتوس من وقتها حثفت كل ما يشير لهاي الشركة من مقالاتها المنشورة بكل مكان عموما أبتوس تم إنشاءها بواسطة لغة برمجة جديدة اسمها موم قائمة لغة برمجة اسمها رست لضمان معاملات فائقة السرعة وآمنة والسرعة العالية إجت من خلال تقنية البررر إكسيكيوشن أو تنفيذ المعاملات بالتوازي هاي التقنية اللي بتتميز فيها أبتوس بشكل خاص يلي مكنت أبتوس أنها تصير رقم واحد بعدد المعاملات بالثانية نظريا يلي بيوصل لغاية 160 ألف معاملة وتوقيت انتهاء أو تي بي اس أقل من واحد ثانية ويلي ما بيعرفش يعني توقيت انتهاء هو عبارة عن الوقت اللازم لأرسال المعاملة وتأكيدها بشكل كامل على الشبكة ورح أطلكم جدول في مقارنة بين أبتوس وباقي الشبكات بالنسبة للتي بي اس وبالنسبة لعدد المعاملات بالثانية طبعا هاي الأرقام نظرية تم اختبارها على الشبكة التجريبية الرقم الحقيقي حاليا هو حوالي 10 معاملات بالثانية الوحدة لأن أبتوس لسه بمرحلة التطوير على الشبكة الرئيسية بلوكتشين أبتوس بيتم تأمينه حاليا من خلال 102 مدقق من أصل آلاف العقد الموجودة على الشبكة خلونا نلقي نظرة مع بعض على التوكونوميكس الخاص بعملة ABT هاي المعلومات اللي بدي أحكي لكم ياها نزلت على الموقع الرسمي الخاص بأبتوس قبل يوم واحد من طرح العملة للتداول على أكبر منصات العالم يلي هنم بالمناسبة نفس المستثمرين بالعملة ما سبق أي مشروع بعالم العملات الرقمية تم إضافته على المنصات ونزلت المعلومات الخاصة فيه قبل بيوم واحد من التداول بس تم إطلاقها على الشبكة الرئيسية بـ 12 أكتوبر 2022 العدد الإجمالي للعملة مليار عملة هذا هو العدد الإجمالي الأولي تم توزيعهم بالشكل التالي 51% تقريباً للمجتمع 19% للمساهمين الأساسيين 16.5% للمؤسسة نفسها و13.40% للمستثمرين العملة ما إلها حد أقصى هاي أول نقطة لازم تحطوها بالاعتبار حالياً صار فيه حوالي 2.5 مليون عملة زيادة فوق المليار الأولي اللي حكينا عنه لأن فيه عملات عم يتم إنتاجها للمدققين ولكل شخص عامل ستيكينج للعملة حتى 51% من العملات المخصصة للمجتمع معظمها موجود بالحفظ والصون مع أبتوس لاب وأبتوس فاونديشن عملوا إيردروب لـ 20 مليون عملة للمشاركين بالفترة التجريبية من أصل 125 مليون عملة والباقي الله أعلم كيف رح يتم توزيعهم وباقي 49% كمان للمستثمرين والمؤسسات الكبيرة اللي شاركت بالبداية يعني من الآخر لما نجلت توكونوميكس بصراحة في نقاط سلبية كتير هاي العملة معظمها بين إيدين المؤسسين والشركات صحيح هاي العملات ما رح يتم ضخها مباشرة للمستثمرين ورح يتم بشكل سنوي على مدار 10 سنوات وأول دفع رح تبدأ بعد سنة لكن عوائد ستيكينج ما رح تكون خاضعة لموضوع الإقفال يعني كل العوائد اللي عم يجنوها حاليا بيقدروا يبيعوها مباشرة إضافة أنهم كاتبين أن كل أساليب التوزيع قد تختلف في المستقبل بناء على تصويت رح يتم بين المية واثنين شخص اللي هم أصلا منهم وفيهم كمان نقطة سلبية أنهم حاطين تنبيه بأسفل الصفحة ملخصة هو أن الأرقام الموجودة هي نظرية والأرقام الحقيقية قد تختلف على أرض الواقع وكل الكلام ممكن يكون في تغييرات وما إلى ذلك فهي نقطة حطوها بين الاعتبار خلونا نجي هلأ لتحليل سعر العملة بما أنه العملة جديدة ما في عنا بيانات كتير ممكن نعتمد عليها بتحليل السعر لكن من الواضح تماما أنه السعر حاليا مبالغ فيه بشكل كبير بسبب وضج حوالي المشروع خلال أقل من أسبوعين وصلت العملة لأكثر من مليار دولار قيمة سوقية كما أنه عدد المحافظة على الشبكة أبتوس وصل لتنين مليون محفظة طبعا هذا ما بيعني أنه هذا هو عدد المستخدمين لهيك شفت المحافظة التابعة للعملة على جوجل كروم ووصل عدد تحميل المحفظتين الحاليين على جوجل كروم لوحده لأكثر من مليون تحميل يبدو أنه فيه تبني كبير وحقيق إلى هالمشروع على موقع ديفاي لما قيمة الأموال المحجوزة ببروتوكولات أبتوس تقدر بـ 30 مليون دولار لكن إذا منروح على موقع تورتوغا يلي من خلاله فينا نعمل ليكويد ستيكينج لأبتوس منلاقي أنه فيه حوالي 342 مليون عملة أبتوس معمول إليهم ليكويد ستيكينج فيبدو أن المستثمرين أو أصحاب العملة عاملين ليكويد ستيكينج للعملة بشكل غير علني بالتوكونامكس الخاص بالعملة إضافة أنه ممعروف هاي العملات اللي معمول إليها ستيكينج مع أي فاليديتور لكن إذا منشوف المدققين الأكبر حصة على أبتوس سكان منلاقي أنه نفس العدد اللي بيملكوه ونفسه اللي معمول إليه ليكويد ستيكينج على تورتوغا دورت بالمساندات الخاصة بأبتوس كتير لأعرف أداء أقل وأكبر كمية مطلوبة من العملات ليقدر الشخص يصير مدقق أو فاليديتور ما فيه أي معلومات واضحة الحقيقة بس الشي الواضح أنه ما فيه أي مخاطر للسلاشينج في حال صار أي تلاعب بالبلوكتشين يعني الشركات الكبيرة ما عنده خوف من شيء بالاستثمار بهي العملة إذا كنتوا جداد على هاي المصطلحات اللي عم حكيها فيكم تشوفوا الفيديو اللي عامله عن البروف أوف ستيك لتفهموا كل شيء بالتفصيل خليني أحكي لكم عن الرود ماب الخاص بالعملة من بوست ناشرينه من عدة أشهر عم يحكوا فيه عن نظرة مشروع أبتوس أو أبتوس فيجن هو أنه أبتوس رح تصير قادرة على استيعاب مليارات من المستخدمين وأي تطبيق ممكن يخطر على البال لأي استخدام كان مثل أي مشروع جديد ينطرح لكن الفرق أنه أبتوس عندهم التكنولوجيا اللي رح تساعدهم بهذا الشي هذا ما بيعني أنه هالشي رح يصير بيوم وليلة أبتوس لساتها بمرحلة التطوير لحد الآن والتحديث القادم بنهاية هاي السنة أو الربع الأول من السنة القادمة رح يرفع المتطلبات المطلوبة للمدققين بشكل كبير إضافة أنه رح يرفع السرعة الشبكة بشكل كبير أيضا والخطوات اللي بعدها فينا نلاقيها بالمقابلات اللي عملوها فريق أبتوس بالأشهر السابقة والحقيقة من الصعب كتير أنك تلاقي هاي المقابلات لأن كلها بقنوات غير إنجليزية وأبتوس ما إلها قناة يوتيوب رسمية بشهر إبريل بمقابلة مع الفريق أشاروا أنهم عم يسعوا للتعاون مع شركات تكلولوجيا كبيرة بجانب جوجل يلي هم أصلا حاليا متعاونين معها والشهر الماضي بمقابلة مع إبري حكى أنه أبتوس رح يكون فيه تحديث ضخم على الشبكة الخاصة فيها كل 3 أو 4 شهور إضافة أنهم رح يعملوا جدول رسوم مخصص لكل تطبيق لامركزي على الشبكة بحيث يكون فيه فصل وما يتعرضوا لنفس الهجمات يلي عطلت سولانا كذا مرة وهلأ خليني أحكي لكم عن النقاط يلي مخليتني الآن من هاي العملة أول شغلة مشروع بهالحجم وهالضخامة بيتعارض تماما مع كل معايير الشفافية يعني معقول مشروع مبلشين فيه من 2017 أكثر من 350 مهندس بيجمع أكثر من 350 مليون دولار بدون ويت بيبر ينزل التوكونومكس الخاص فيه قبل بيوم من التداول وبدون أي توضيحات إطلاقا حتى البلوكتشين سكان الخاص فيهم ما بيوضح معلومات عن المعاملات يلي عمدتم ما في معلومات عن محفظة أبتوس لاب ولا أبتوس فاونديشن ولا المستثمرين كل المعلومات اللي حكيت لكم ياها بالفيديو تعذبت وانعم لف من موقع لموقع من مقال لمقال يلي هو المفروض كل كلمة حكيتها تكون موجودة بأول صفحة لما تفتح موقع المشروع إضافة أنهم سكروا الدردش على قناتهم الرسمية على الديسكور لما بلشت الناس تسأل هي الأسئلة حتى الرؤية تبعهم ما لها واضحة بصراحة بمؤتمر إطلاق الشبكة الرئيسية نسأل المؤسسين شو هي الفئة اللي أبتوس ناوية أنها تركز فيها وما تم تحصيل جواب واضح رؤيتهم هي أنه يتم بناء كل شي على بلوكتشين أبتوس وبالتعاون مع شركات التكنولوجيا الكبيرة والمركزية طبعا تماما بدون ذكر أي شيء له علاقة بالترابط مع الشبكات التانية بالعملات الرقمية بمجتمع الكريبتو أو التشفير الناس عم تراهن على البلوكتشين مثل كوزموز لأنه هو مستقبل الترابط بين البلوكتشينات المختلفة لأن لكل مدرك أنه مستحيل يتم بناء كل شي على شبكة واحدة من وجهة نظري المركزية التامة هي طريق أبتوس وكل الدعاية حول اللامركزية هي مجرد كلام لجذب المستثمرين والنقطة الأخيرة اللي مخليتني الآن من هالمشروع هو التنظيمات إذا كان كل شي بالمشروع مبني على طريق عملة فيسبوك اللي انتهى مصيرها بالفشل شو الشي المختلفة رح يخلي المنظمين يعترفوا بأبتوس ممكن يكون دعم من جوجل شركات التكنولوجيا الكبيرة اللي حتتعاقد معها مين بيعرف شو رح يصير بالأيام القادمة عموما هاي كانت وجهة نظري الشخصية لكل جوانب مشروع عملة أبتوس وإنتوا شاركوني شو رأيكم بمشروع أبتوس إذا كنتم مهتمين بهالنوع من تحليل المشاريع ياريت تكتبولي بالتعليقات لحتى عمل لكم نفس هالفيديو عن كل مشاريع العملات الرقمية يلي بتهمكم اشتركوا بالقناة وبشوفكم بالفيديوهات القادمة